نصح توماس مولا لاعب بيارن ميونيخ الألماني زملائه في الفريق باتباع عقلية السمكة الذهبية ووثقا للاعتقاد السائد فإن السمكة الذهبية لها ذاكرة بعيفة جدا ومن ثم لا يمكنها الاحتفاظ بشيء في ذاكرتها لأكثر من عشرة ثوان وقال مولا بذاكرة مدتها عشر ثوان فقط تنظر السمكة الذهبية إلى الأمام لاستكمال يومها وهذا ينطبق على الفريق الوطني لأقل من سبعة عشرة سنة فيجب على أبناء رزق رمان نسيان هزيمة السينايغال والمضي قدما للفوز بالمباراة القادمة وحسم التأهل وبالرجوع للمباراة السابقة وبكل صراحة يتحمل المدرب جزءا كبيرا من النتيجة السلبية ولا يجب الاختباء وراء حجة المنتخب السينايغالي منتخب قوي جدا والبحث دائما عن الأعذار أي نعم المنتخب السينايغالي منتخب قوي لكن الفريق الوطني كان ضعيفا جدا من الناحية التكتيكية ولم يقدم شيء يذكر وهذه مسئولية المدرب الذي كانت خطته التكتيكية فاشلة على جميع الأصعدة والدليل مدرب الفريق المغرب الذي فاز على منتخب النجيري قوي جدا وكان واضحا للجميع أن مستوى اللاعبين النيجيريين أعلى من مستوى لاعب المنتخب المغربي وكذلك الجانب البدني لكن دهاء سعيد شيبة التكتيكي وخبرته جعلته يتفوق على فريق أعلى منه في المستوى لذلك على المدرب الجزائري رزقي رمان إعادة حساباته واللعب وفق إمكانيات لاعبيه وانتهاج خطط تكتيكية مناسبة على غرار ما كان يفعله ماجيد وطاقمه مع المحليين الماجيك أثبت حنكته التكتيكية فعل واقنع رغم خسارته اللقب الأفريقي